عن تعريف الشخصية القيادية وكيفية تنميتها في الأبناء منذ سن الطفولة المبكرة سنتحدث حول هذا الموضوع وتفاصيل أكثر كذلك مع الاستشار التربوي في جمعيات عطاء الأستاذ عبدالعليم حنون أهلا وسهلا فيك أستاذ عبدالعليم أيكم الله يا مرحبا سعيدين بوجودك الله يحفظكم أستاذ عبدالعليم موضوع جدا مهم لأنه يمكن كثير من الأفكار المأخوذة عن الشخصية القيادية هو الزعيم أو هو الرئيس الذي يأمر ويقود شيء ما في هذه الحياة إن كان مؤسسة أو شركة أو حتى أي مجموعة من الأشخاص خبرنا بداية شو هو تعريف الشخصية القيادية؟ الحقيقة فيه التباس كبير عند كثير من الناس بين الشخص القائد وبين المدير وبينهما مميزات كبيرة وفارق كبيرة الشيء الثاني بين القائد وبين المتصلت صحيح نعم فأبرز مميزات الشخص القائد أنه كله هدف يكون عنده ثقة في نفسه وهو متواضع مو ثقة غرور هذا يميزه عن المتصلت الشيء الآخر ينمي نفسه وينمي الآخرين يولي الحوافز يبدع أفكار جديدة يستطيع يقدم الجديد لو ردنا نلخص أبرز مميزاته فالثقة في نفسه والثقة في الآخرين نعم مثقة في نفسه لدرجة الغرور يكله مشروع وإلا فبيكون رئيس عصابة ولا كذا فما يسمى قائد حتى ولا برز صحيح يعني على سبيل المثال فرعون فرعون قائد ولكن ما هو مشروعه ما هو هدفه سلطة ترأس قومه حتى في النار يقدم قومه في النار نعم نعم إذن بهذا الشكل المدير يطبق النظام ويحرص عليه ويحرصه بينما القائد يطور وينمي الآخرين ويرفع من شأنهم وبنفس الوقت يخطط نعم إذن من أبرز مميزات القائد التخطيط وتنمية الآخرين ووضع حوافز إذن لابد أن يكون له رؤية مستقبلية واضحة حتى يقود الآخرين لهذه الرؤية بشكل مباشر طب يعني أستاذ عبدالعليم كثير من الناس يعني أيضا يحدث الجدل حول هذا الموضوع أنه في بوادر إلى الشخصية القيادية إحنا ممكن نلتقطها عند الأطفال من سن الطفولة وفي ناس بتحكي أنه لا يعني الشخصية القيادية يمكن أن تظهر مع الوقت يمكن أن تكتسب اكتساب من البيئة فخبرنا أنت من واقع خبرتك هل فعليا فيه إشارات معينة قد تكون موجودة في الطفل وتظهر فيه من سن مبكرة ممكن تنبئنا أنه هاي الشخصية لها مستقبل قيادي مهم مشروع قائد الحقيقة نعم الله سبحانه وتعالى خلق البشرية في قدرات متفاوتة في إمكانيات متفاوتة فجملة هذه القدرات هي التي تسير الكون لو كان كل الناس قادة وعندهم مميزات القادة فما كانوا القائد معنا لكانوا اختلفوا فيما بينهم لو كان فيما أليهتان إلا الله لفسدتا لذلك نستطيع نستنبئ وفيه مستندات أنه نسبة القائد في المجتمع واحد إلى مئة تقريبا وأما كيف نكتسب القيادة إذا واحد بالمئة هو اللي يصلح يكون قائد ما هي مؤشراته كيف نستطيع أن نكتشفه ما هي مميزاته حتى يكتشف طيب بتقولي هل كل واحد مدام واحد بالمئة موهوب أنه يكون قائد فهل معنى هذا بأنه لا نستطيع أن نصنع القيادة فأستطيع أقول هناك ثلاثة عوامل واحدة منهم الموهبة واحدة منهم المكتسبات المكتسبات منها ما هي في الجسم وفي العقل وفي التفكير وفي العلاقات الاجتماعية وفي الأهداف ومنها ما هو فرص أنت أشرت إلى نقطة مهمة بأنه في كثير قادة في كثير شخصيات مغمورة ما استطاعت أو مكتومة في ظل الاستبداد في ظل الأحكام العرفية في ظل الأحكام اللي الناس ما تستطيع تأخذ حقها ومداها الطبيعي تكتم كل الأنفاس إلا نفس القائد الفرد الملهم اللي ما في غيره لذلك في شي داخله بيحركه ما بيقدر ما أيوة هو يخشى أنه يبرز قادة آخرين فهو تظهر عوراته وتظهر أنه ما عنده مؤهلات سوى التسلط والقوة لذلك إذا ردنا نشوف ما هي ملامح الشخص القائد أحيانا ببساطة بيكونوا مجموعة من الأولاد قاعدين عم بيلعبوا مع بعض البعض تستطيع تكتشفي مين عنده الشخص مؤهلات يكون قائد كيف يالله يا شباب تعالوا نروح نلعب بالحديقة هو بيروحوا معها على طول يالله يا شباب لحد نتسلق السطح تحس بطريقة أو بأخرى هو اللي بيحرك الموقف هو بيقودهم ببساطة ويستجيبوا له من أي عمر فينا نكتشف هاي الملامح فعليا يعني بتحسين بتقولي من السن السادسة من عمره السابعة تبين مميزات لكن يعني بهذا الموضوع تحديدا صراحة أنا مرات بشوف في أطفال بعمر السنتين والثلاثة بحس أنه فيهم ملامح الشخصية القيادية نفس الشيء يعني بيكونوا مع أقرانهم مع الأطفال اللي بعمرهم تلاقيهم بيقودوا الموقف بطريقة أو بأخرى فمعناته ممكن إحنا يعني ننظر لهذا العمر بعين الاعتبار بخصوص الشخصية القيادية جزور تنمية الشخصية القيادية مديدة الخيال الخصب لأنه بده يكتشف أشياء جديدة الشخص اللي بده يكون نمطي ما راح يتميز لابد من إبداعه يتميز في شيء يعني مثلا محمد الفاتح بماذا تميز؟ تميز بأنه تم التربيته خلقياً وتم التربيته عسكرياً وفي جسمه وفي الفروسية وفي الرياضيات الرياضيات مولئة أن الرياضيات يعني شيء لأنه تنمي التفكير حل المسألة من أبرز مميزات الشخص القائد هو وضع خطة وهي بتعلمها في الرياضيات وحل المشكلة هي بتعلمها في الرياضيات والصبر بتعلمها في الرياضيات والموضوعية بتعلمها في الرياضيات يعني اللي بحب مادة الرياضيات تستاذ عبت العليم انا بوصي حتى بالمناسبة يعني كثير من المرافق تخرب لانه المسؤول عنها ما عنده حس رياضي ما عنده حس عددي ما عنده حس في الكمية يعني يقدر الميزانية تقدير وبعدين اذا قالوا له عدلها مباشرة عن بخبط خبطة يمين خبطة يسار فالقائد هو بيكون مرضوح سرعة المديهة وبيلاقي الحل بسرعة يمكن كمان هذا الشي اذا رجعنا رجعة بسيطة للطفل اللي مننا نكتشفه منشوف عنده الماحات يتميز فيها الاقران عنده علاقات دبلوماسية بيكون مهضوم في عباراته ما يستثير عداء الاخرين يكون في عنده مرونة يعني مثلا الشخص اللي مؤهل انه يكون قائد بين الاطفال يكونوا عم بيلعبوا واحد نقول لا نحن المرة الماضي طلعنا من على الشجرة فالشخص اللي عنده مؤهلات قيادية قال لا هذه كانت الشجرة عالية هي الشجرة منخفضة بيعطي حجة يكون عنده حجة في الاقناع يقنع ايضا لذلك قضية الاقناع مهمة والاقناع مو اي اقناع عذرا لو وقفت دقيقة الاقناع المؤثر يعني مو فقط في الحجة المنطقية وانما بالمشاعر جميل يستطيع يستثيرهم يقولوا لا هي شجرة ما قد شفناها قبل الآن يعني اطلعنا على شجرة تانية تعالتوا ان اكتشفها بيستثير فيهم الفضول فبيستطيعوه يعني اثرت في نفسي انه انا هيك اكتشف هلأ شخصية قيادية فعلا بهذا التوصيف الجميل اللي وصفنا يا استاذ عبدالعليم طيب انا كأم مثلا شفت ابني يتكلم هو ويأخذ القرار ويقترح شو اللي بدون نلعبوه الاطفال كيف ممكن انه هون بقى نمي طفلي لحتى يكون شخصية قيادية بناءة يعني يكون فيه هدف واضح بالنسبة له بحياته هذا السؤال ضروري نقف عنده تماما لانه كثير من القوى كثير من الطاقات عم تنهدر في مجتمعنا لانه ما عم نلتقطها بالفعل او اذا التقطناها ما عم ننميها قلنا من مبيزات الشخصية اللي بدي يكون قائد بدي يكون عنده هدف اذا هذا الطفل عندما نجد فيه عنده بعض المؤهلات نسأله ماذا ستكون في حياتك لنفترض قال انا بدي أكون طبيب او مهندس او محامي او معلم او كده نسأله السؤال اللي بعده كيف بدك تكون نهيئله ناخده الى المكتبة ليختار كتابه ليختار صحبته نستشيره باعتبارك انت ستكون طبيب يا ترى هذا الجرح اللي أصبناه نصيب فيه كيف ننظفه لاحظوا الآن موضوع الاستشارة نعم من أبرز خطوات تنمية الشخصية القيادية ان نشركه في الرأي سواء كان في قضيته الشخصية او في قضية عائلية او في القضية العامة شوفوا في ثلاث مستويات نعم في القضية الشخصية كيف بده يكون قائد إذا كان نحن من نختار له ثيابه نحن من نختار له صحبته نحن من نختار له وقت نومه هون بدك تعترض علي وقت نومه لازم يكون في فق نظام وهو بده ياب شكل تالي ولكن شاركنا في الرأي أسنتي إذن نشكه في الرأي ونخيره بين موضوعين ونناقشه ونضع لوائح نعم الأسرة التي يكون فيها نضوج تكون كل شيء في لوائح ماهي بالمكاسرة لا بالصوت ولا بالصوت نعم يعني لا نقهره بصوت المرتفع ولا بالصوت اللي نضربه فيه إذن نستشيره نقترح عليه بعض المشكلات نترك له فرصة يفكر عندما يجد نفسه أنه هو مؤهل لأنه يقول رأيه في قضيته أو في قضية البيت ونستشيره تنمو لديه هذه الموهبة نعم فيقحم نفسه إذن يصير يبادر بس حكيت شغلة مهمة كثير أستاذ عبدالعليم يعني قلت مثلا كطبيب المعروف عند الناس وشاء أنه قائد أنه ليس كطبيب كيف يكون قائد وهو طبيب أي مهنة ممكن يكون فيها هو قائد كيف هذا الشيء نعم عندما يكون عنده جرأة وجرأة هنا منحسن نقول فيه جرأة أدبية يعرب عن ما بيداخله وما يريد ولا يخاف هذه جرأة جرأة في اقتحام المواقف الجديدة اقتحام الصعوبة تجرب هلأ إذا كان طبيب نمطي بيطلع بيشوف الكتب اللي درس فيها بيقلدها أما الطبيب اللي عنده شخصية قيادية يعمل بحوث ويشرف على بحوث ويتابع قضايا من هذا النوع وكله أصالة كلمة الأصالة يعني هو يا ذاته ما يكون إمعه ما يكون فقط مجرد متابع ما عم بيشتغل فقط للراتب وللمهنة وإنما في عنده دائما بعد هذه واحدة شيء تاني ما يمشي على سكة قطار مثل ما بنشبه الطائرة المقاتلة دائما فوق تحت يمين يسار كل الجهات إذن أعيد هنا في موضوع الشخصية القيادية في عنده ثبات في الأهداف نعم ومرونة في الوسائل جميل طب أستاذ عبد العليم يعني بصراحة إحنا في واقعنا الحالي في عنا أزمة قيادية كتير كبيرة يعني أزمة قيادية على مستوى الوطن العربي كترة القادة يعني للأسف الشديد أنه من يقودونهم متسلطين وليسوا قادة في كثير من الأحيان طب هذا الشيء يعني خلينا ننظر شوي رؤية مستقبلية في حال أنه الآن الآباء والأمهات اكتشفوا أنه في عند أبناءهم ملامح للشخصية القيادية هل بتنصح بناء على مقتضى الحال أنه يوجهوهم لدراسة ما يتعلق بالأمور السياسية بالأمور القيادية قيادة الدول إجمالا يعني دراسات العلوم الاجتماعية والإنسانية التي يمكن أن تؤهلهم لقيادة الدول بدل من دراسة على سبيل المثال الاختصاصات العلمية أحسنتي خطأ شائع وأستحي أني أقوله لأنني أنا واقع فيه عندما نجد ولد تميز في شهادته الثانوية وما قبلها مباشرة أهلا بقوله أنت الطبيب أنت المهندسة فبيروح يتوجه في ميوله باتجاه هذه علما بأنه القيم الإنسانية والقيم الاقتصادية والنبوغ الاقتصادي والإنساني أبرز من البروز المادي نعم لحظوا الآية سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم جميل إذن الرؤية في الآفاق أسهل من الرؤية في النفس يعني كأن تكتشفي الأشياء الموجودة على الطاولة أو في الغرفة أو في المكتب أسهل ما تكتشفي ما هي مشاعر تجاهك أو ما هي مشاعر تجاه موضوع فاسة لطيفة يعني لاحظي لذلك أنا أتمنى من هذا المنبر الرائع اللي عم يتابعه أعداد كبير من الناس بأنه ما نقصر أولادنا لدراسة فروع نحن نجدها مغرية ماديا أو مغرية اجتماعيا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ولكن ننمي فيه روح القيادة روح القيادة بالأصالة أنه ما يكون إمعا بالجرأة الجرأة الأدبية وجرأة اقتحام المواقف والجرأة في إكرام وفي العمل في شيء من البحوث يعني لاحظوا كثير من المخترعين ضحوا في أنفسهم أو تجربوا الأدوية والأشياء بنفسنا عباس بنفرناس اللي ضحى بنفسهم شأن يجرب فهذا يعتبر قائد لماذا؟ عنده الجرأة عنده هدف عنده أساليب صمم خطط عمل يعني لاحظوا أشرت إلى إشارة رائعة نريد أن ننمي الشخصية القيادية وأينما اتجه فهو بخير أما الشخصية النمطية فمنحتاجها مشان كثير الجماهير ينتخبوا إلا أنه من يغير التاريخ من يغير الأحداث من يغير الواقع هم الأشخاص البارزين اللي عندهم مؤهلات قيادية نعم عبد الله بن الزبير نعم كان طفل صغير وكان متميز معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كمان كان طفل صغير متميز أسامة بن زايد نعم كان في حجر أخته وقت اللي برأسه الكبير الرسول صلى الله عليه وسلم سألها أهو تحبينه فأشارت ومدحت فيه وبعدين مدحت قالت إن لم يسود قومه يعني تنبأت له أن يسود قومه عمرو بن العاص الآن في أمامنا شخصيات كثيرة تحتاج من يرعاها يسقيها يبرز شخصياته ومؤهلاتها يعزز إيجابياتها هالإيجابيات الموجودة بالفطرة ينميها يطلع على سيرة القادة الكبار فيقلدهم يزداد خبرة ولا يكتم نفسه يشركه في الآراء يطلب منه خطط يعني مثلا حتى لو على مستوى الرحلة أحنا بدنا نروح الرحلة للمصرف الفلاني شو الخطة اللي بتريدوها نعملها متى نخرج متى نعود إذا ننمي عند هذا الطفل ملكة التخطيط ونستشيره حتى يحترم نفسه لأن القائد إذا ما احترم نفسه سيكون إمعه يسير بالتأكيد يعني أستاذ عبدالعليم حنون صراحة الموضوع على فكرة كبيرة كبيرة جدا على الرغم من اعتقاد الناس أنه موضوع بديهي ويمكن تمييزه بشكل بديهي لكن احنا بنشكرك جزيل الشكر على الإضاءات والالتفاتات اللطيفة جدا التي يعني سلطت الضوء عليها شكرا جزيلا لك هتواجدك معنا في هذا الإضاء شكرا الله يحفظكم بارك فيكم